وحوار خاص مع الكابتن رعوف عبدالآدن المدير النشاط الرياضي في نادي الأهلي برحب حضرتك مرة تانية يا أهلا وسلم كابتن رعوف عايزين نتكلم في الدقائق المتبقية من عمر هذا الحوار فعدد من النقاط حاول أن تقل بنا سريعا عشان نسمع وجهات نظر حضرتك وشأنها هل اللعبات الفردية ونتائجها ومستوها وآداءها الفن ماشية بنفس درجة الإيجادة الفترة دي مع اللعبات الجمعية اللي ما شاء الله حققت فيه أشهر قليلة 3 سنوات متوبة هو يمكن علشان ما فيش نشاط أفريقي أو عربي فيمكن منظارة للناس لكن أنا عايز أقول أن النتائج بتاعة الألعاب الفردية تفوق نتائج الألعاب الجماعية على سبيل المثال تنس الطاولة تنس الطاولة لسه فريق السيدات فائز بالعمومة مبارح 3 واحد هتفوزوا على الزمالك وأيضا فريق الرجال فائز والجميع المراحل السنية فائزة بجميع البطولات هنبص بالنسبة للسباحة لسه منتهي البطولة الجمهورية كاس في سكندرية أول مبارح 20 بطولة إحنا كسبنا 18 منها يعني ما فيش إلا بطولتين بس اللي هم عدوا مننا وإحنا كاسبانين 18 من 20 بالنسبة للسباحة اللي هي الطويلة كاسبانين درع الرجال ودرع السيدات نتكلم من نسبة للعب القوة زي ما ذكرنا التابلوم قفل من نسبة لهم جميع البطولات إحنا عندنا يعني كل ده مكتوب قدامنا في الأرقام أو في الإحصائيات الخاصة بالبطولات حضايك بتقول ده منها مجموعة كبيرة من الأرقام الفردية يعني نتكلم من إنجازات للعبين أو السباحين يعني بالضبط ده غير على صعيد إيه في بعض الإنجازات الشخصية اللي هي مثلا زي مصطفى عسى مثلا في السكواش بطولة الجنترال المفتوحة وعمره 18 سنة وبيفوز بيها في بعض الحاجات الفردية بيبقى التمثيل شخصي مش بيبقى باسم النادي فبالتالي هناك إنجازات برضو عالمية بالنسبة للعب الفردية لكن على المسابقات المحلية تفوق كامل لجميع الألعاب الفردية الحمد لله ترجمة نانسي قنقر